هناخد سؤال كمان قبل ما الحلقة تخلص هدير اسماعيل بتسأل دكتور محمد أنا ابني سنتين بس عنيف جدا في كل التصرفات وحتى مع كل أفراد البيت بيدرب ويشد الشعر ويدرب بعنف جامد ممكن حدك تقولي أعمل معاه إيه حضرتك احنا تكلمنا عن هذا الأمر بتفصيل كبير جدا في نفس الحلقة ناخد السؤال اللي بعده هناخد سؤال دينا أحمد بتسأل بتقول لو سمحت شعر بنتي بيقع كتير هي 8 شهور هل ده طبيعي مع العلم شعرها موقعش منذ الولادة ده طبيعي جدا جدا لأنه لسه لا يمكن الحكم على طبيعة الشعر عند الأطفال في هذا العمر كل المطلوب من حضرتك لاهتمام والعناية بشعر بنتك من خلال الغسيل العادي بشامبو الأطفال لا مطلوب مستحترات كريمات ولا حمامات زيت ولا حاجة خالص من الحاجات دي كلها وكل الاستخدامات دي غلط عند الأطفال الصغارين ومش عايزة أقول عند الكبار كمان بس خلينا في الصغارين دلوقتي لأن السؤال البنت عندها 8 شهور حكاية أنه بيقع ده أمر طبيعي الشعر ده له عمر افتراضي فبيقع عشان بيطلع غيره فليس هناك قلق على الإطلاق من هذه النقطة مهمة قوي قوي العناية الطبيعية بالشعر مش مهمة من حضرتك خالص مش مطلوب منك أنا دايما نقول الكلمة دي مش مطلوب من حضرتك تغيير طبيعة شعر بنتك لكن مطلوب من حضرتك الحفاظ على شعر بنتك من خلال العناية المعتادة